اليوم يعني يتفوق على جميع الموانئ في أفريقيا وأوروبا مرتبة سادسة نعلم أن البنك الدولي أو حتى مؤسسة ستاندر أنت بورس جلوبال ماركت أيضا هي الأخرى لديها مقييس ومعاييرها ماذا يمثل لميناء طنجة المتوسط أن يصل إلى هذه المرتبة؟ وهل بالفعل هي حصيلة عمل جاد وأيضا تحديثات والتوسع التي عرفها الميناء بالإضافة إلى المملكة المغربية التي تمكنت من تنويع شراكاتها وتحظى بمصداقية دولية هامة في هذا المجال أكيد ندح أن نتحدث اليوم عن ميناء هو بمثابة قاطرة للإقتصاد المغربي واليوم هو قاطرة للإقتصاد الإفريقي ككل إذن اليوم هذا المشروع الذي ابتدأ بفكرة سنة ألف وستمية ألفين واثناء أجوج ثم تطور ليصبح أحد أكبر الموانئ على المستوى القاري على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط ينافس كبريات الموانئ الأوروبية كذلك إذن هذه الحاصلة لم تأتي من فراغ فسر في نجاح هذا الميناء بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي القريب من أسواق الأوروبية فهو ميناء عصري من الجيل الرابع ميناء عمقه يتجاوز تقريبا 17-24 متر مما يتيح له استقبال أضخم السفن نقصتي بالجيل الرابع الجيل الرابع هناك مجموعة من الأجيال من موانئ حتى الموانئ الجيل الثاني والتلسية كانت موانئ الآن محاصرة بالمدن كميناء الدار البيضاء أبو التالي هذه الموانئ أصبحت محاصرة ولا يمكنها أن تقوم بمهامها كما يجب لأن المواصلات أصبحت متعسرة بالنسبة للميناء وكذلك هي موانئ لا تتوفر على فقط موانئ مهمة الرئيسية هي الشحن والتفريغ والتخزين ليست ملحقة بها مجموعة من مناطق الصناعية الحرة ومناطق موانئ الجيل الرابع هي مركبات مينائية وليست موانئ فقط بها مجموعة من مناطق الحرة للتجارة للخدمات وكذلك للصناعة وهو ما يعكسه الآن مشروع أو التصور الذي وضع لميناء طنجة المتوسط في دائم سنة 2002 أول شيء كان هذا الميناء على مستوى الموقع كان اختيارا صائبا بالقرب من طنجة وبالقرب من سبتة وعلى أهم الطرق البحرية العالمية فالطريقة التي تتربط بين الشرق والغرب تمر عبر مضيق جبل طارق تقريبا بين 70 ألف حتى 100 ألف سفينة تمر من المضيق وتمر بالقرب من ميناء طنجة المتوسط وبالتالي هذه التجهيزات الحديثة هذه البنية التحتية القوية مكنتهم من استقطاب جزء كبير من السفن التي تقديمه إلى المغرب خاصة في ميزم بعملية ترونس بوردوم يعني هناك مجموعة من السفن تأتي ضخمة ديمادرشيب ضخمة تأتي مجموعة من الحاويات يتعثر عليها الدخول إلى بعض الموانئ الصغيرة في أوروبا وإفريقيا تفريغ حمولتها في المغرب تأتي سفن صغيرة ديفيدرشيب تنقل هذه الجمع عملية الشحن والتفريغ عملية ترونس بوردوم تمكنه من المغرب من تحقيق مجموعة من الربح ناهيك على أن المغرب موقع من خلال الميناء نفسه على في سلسلة اللوجستيك العالمية وكذلك في سلسلة تصنيع مثلا هناك مواد نصف مصنعة في الصين تأتي لتسكمل دورتها تصنيعية في ميناء طنجر المتوسط في المناطق الحرة كذلك الأمر بالنسبة للسيارات ثم تنطلق نحو الأسواق لا تدخل إلى السوق المغربية وهناك نظام ضاربي خاص تحفيزي لهذه المناطق الحرة ترجمة نانسي قنقر